فقدت أمًا، فقدت أبًا، فقدت زوجةً، فقدت زوجًا، فقدت أحد أولادك، فقدت أموالك كلها، فقدت صحتك نحن هذا الكلام نظري، لكن الوقت لما يكون شيء عملي، ممن يصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تخيل جسمك سليم، عندك خطط في الحياة عندك أحلام وآمال، سفر، دراسة، زواج، بيت، أشياء، أحلام عيالك صغار، تتمنى، تكبر، وتزوجهم، وتسكنهم، وتعيشهم أحلى حياة أحلام جميلة، فجأة وصبت بوعكة، صداع، ألم في البطن، أي شيء تخيل، ذهبت إلى الطبيب، الطبيب تغير وجهه قال لك راح نعمل تحاليل أخرى، تسأله ليش يا دكتور أنا ما فيني شيء صداع عادي، ألم عادي يعني، مسكن وأمشي معلها معلها، أصبر شوي ويانا الطبيب جاي قال لازم ندخلك عندنا فحوصات أخرى ليش؟ قول يا طبيب، الطبيب مراضي يرد في الأخير بدأت الصدمة، قال التحاليل كلها تثبت أن هذا المرض قد انتشر في جسمك وأنه لا علاج أبدا، تخيل الدنيا تظلم أمامك فجأة تتذكر ماذا؟ ضحكة البنت، صح؟ تتذكر شنو؟ ولدك اللي توه بدأ يمشي، صح؟ تتذكر من؟ زوجتك التي يمكن جاءت معك للطبيب، صح؟ تتذكر من؟ أمك العجوز التي لن تتحمل الخبر، صح؟ أول ما تسمع الكلمة، قل مباشرة إلا لله أنا لله ليش دعلم؟ صحتك لله مولك أنت، فلوسك مولك أولادك ليس لك، إلا لله وإنا إليه راجعون يعني الدنيا ما تنتهي، الحياة فيها خلاص، لا في حياة ثانية الحياة الحقيقية ليست في هذه الدنيا وإنا إليها راجعون ثم قل اللهم أجرني في مصيبتي، لأن في أجر عظيم في المصيبة واخلف لخيرا منها يوم القيامة تحثى عليهم الحسنات حثوا يعني ما في عد، كل عمل لقدر من الحسنات إلا الصبر، الصبر ليس له حد في الحسنات تحثى لهم الحسنات حثواً يأخذ ما يشاء من الحسنات لأن شنو؟ صبر في هذه الدنيا اشتركوا في القناة تحثواً